نبات صحراوي او بيرو او عفه او ير او اروة النبات ده الموطن الاصل بتاعه صحراء افريقيا وصحراء جنوب وسط اسيا ومدغشكر فبالتالي فهو متوفر عندنا في الوطن العربي في جميع دول الوطن العربي من اول المحيط للخليج نيكي نتكلم عنه هو من النباتات الشجيرية المعمرة هو في الصحرة فيه ناس بتلاقيه على الارض فيقولك تعجبي ان هو مش بتعدى ارتفاعه الخمسين سنتي لكن لما بيوصل لعمر كبير بالمنظر ده وممكن اربيه على شبك او ممكن اعمله كسور استفاد منه بعد كرة ففي الاول وفي الاخر هو نبات معمر صحراوي نبات النحل بيحبه فانا ممكن بالنسبة للناس اللي عنتامة نحل ممكن ازرع النباتات الرأ بكميات كبيرة عندي وربي عليها النحل ويطلع لي عسى النحل رائع جدا مليان بالفوائط العظيمة ندخل بقى على النبات النبات زي ما انتوا شايفين بالمنظر ده اول حاجة هو بيمتاز ان الزهرة بتاحته عاملة زي القطن بالشكل ده ملهاش ريحة بس بتجزي بالحشرات ليها التقاصر بتاعها بيكون عن طريق البزرة والعقلة فالبزرة احنا مناخدها اول حاجة التزير بيتم في الشتاء فالبزرة بتنطق معانا في الربيع والصيف مناخدها ومنزرح منزرح ايامة البزرة في نهاية الصيف وفي اوائل الخريف ده بالنسبة للبزرة طب بالنسبة للعقلة العقلة بناخد بالمنظر ده قادي النبات عندي بقصه كده بالشكل ده بتكون العقلة في حدود من 10 ل 15 سنتي بالكتير بالشكل ده ومنسيب عليها ورقة واحدة او منسيبش عليها ورقة خالص ما فيش اي مشكلة ولا محتاجة هيرمون ولا محتاجة حاجة احنا منتعامل مع نبات صحراوي يعني بيتحمل الظروف البيئية الصعبة بيتحمل الصحاري بيتحمل تركات الحرارة بيتحمل الشمس المباشرة بيتحمل الملوحة الارض فبيقود في جميع انواع التربة طيب احنا عندنا النبات عرفنا التكسر بتوعب البزرة امتى بالعقلة مناخده في الربيع والصف بالشكل ده بيتجيب العقلة بالمنظر ده واغرزها عندي في التربة بالشكل ده لا هيرمون ولا اي حاجة طيب التربة احنا منتعامل مع نبات صحراوي يبقى انا عايز لاما تربة طينة لاما تربة رملية لا محتاجين سمات ولا محتاجين خلطات ولا محتاجين بوتموس ولا محتاجين اي حاجة من الحاجات دي احنا بس محتاجين تربة رملية او طينية ومنسقيه في البتاية اول كميات بسيطة من المية مثلا كل 3 اربعة ايام شوية وبعد كده لما بيكبر النبات ويبتتي ينمو معايا بقالل عنه المية بكميات كبيرة ان هو اصل نبات صحراوي بيتحمل العطل طيب احنا كده اتكلمنا عن التربة اتكلمنا عن الري كلمنا عن التكاثر التزيير بتاعه في فصل الشتاء الزهرة بتاعته عديمة الرائحة التسميت لا ليه ان احنا عايزين النبات يكون بطبيعته اللي ربنا خلقها من غير اي ملوسات مهما كانت حتى لو سمات عضوي ليه عشان المستخلصات اللي بتطلع منه لها فوية طبية كبيرة زي الابل لما من ربيها في الصحاري مناخد منها البول بتاعها او مناخد اللبن بتاعها او اللي احنا نفسنا ناخده من الابل بتكون غنية بالعناصر عكس لما انا اربي الابل بتاعتي فيه المزارع فالنبات بيبقى زيره في كل شيء بس ازرعه طيب اللي استعملات بتاعته ايه لو انت تستعمل الزهرة مع الورق طبعا الورق بتاعه بالشكل ده فضي بالمنظر ده بس تعمله في الوسايت الناس اللي بتحب بتعمل المكلس العربي بتعمل الوسايت بتاعتها منه الزهر مع الورق اول حاجة بيدي نعمية في القعدة وجميل ممتاز تاني حاجة الصاق بتاعت النبات بعمل لها مستخلص الماء بتاعها ازاي انا بكيب الصاق بتاعت النبات عندي تمام بالشكل تكرة اهو بالمنظر ده بشيله من الورق واحطه اغلي مية واسيبه فيها يصفي كده مع نفسها واشربه تاب يريحلي لعلاج الصداع او قلم الرأس تمام عنتك الحاجة التانية مسحوق النبات بمسك النبات كله بكففه واطحنه ولو عندي قلم في الاسنان بحط على مكان الدرس او السن بيخف بسرعة جدا جدا الالم عنتك حاجة تانية الزهور لما اجي اجمع الزهور بتحتي بالمنظر ده تمام اجمعها كده وعجنها يعني النباتة اهو الزهور بتحتي جمعتها بالشكل ده وعجنها كويس اوي اوي العجين ده لو انا فيه جروح غائرة او تقرحات او تقيح او خراج فبالعجينة دي بحطه عليه واقفل بيخف بسرعة اوي الجروح ديت عندك تانية حاجة الاوراق بتاعته تمام لما اخدها واجففها واستعملها كشاي لو انا عندي مشاكل في اضرار البول او مشاكل في الكلة فبشربه بيعمل لي اضرار للبول وبيبقى حاجة كويسة للمسالك البولية البولية وخاصة لو ايه عندنا حصوات كمان فبيعمل على تفتيت الحصوات من الحاجات بارتو الكويسة الحلوة الجميلة الكحل النساء العرب بيستعملوا الجزور بتاعته ياخدوها ويجففوها ويطحنوها تمام يعني بياخد الجد يتعملوا تكفيف وبعد كرة بيتحن ويتعمل كحل بيبقى روعة بيخلي العيون جميلة جدا جدا بطريقة ومفيدة كمان صحية للعيون يعني النبات من الاخر نباتات جميلة نبات صحراوي مش محتاج اي رعاية متوفر في كل الاماكن لو احنا حتى زرعناها في المنازل لو زرعناها في الحطائق المنزلية لو زرعناها في المتارس على قل نعرف الاولاد والطلبة وربات البيوت والناس اللي عايشة في المدن ان في حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الصحاري فيها من الفوائط العظيمة اللي تفوق الخيال ده حلقة مبسطة عن نبات الراء الجاوي او اللبدي او زي ما نقدركه في اول الحلقة عن اسميه المختلفة وازي نعمله التقصر بتاعه واتمنى تكون حلقة مفيدة للجميع وهي ملحوظة صغيرة بالنسبة للكحل احنا منعمله تحميص يعني منتخله يتحمص بحيث ان هو يستعمل ككحل مش ان انا امسك الجدر اكففه واطحنه بتون تحميص اسف ان انا ما ذكرت للموضوع ده في الحلقة اتمنى تكون حلقة بسيطة وميسرة للجميع ومع الف السلام